بات المغرب بلداً يحتضنهم فعوضاً عن السعي خلف الحلم الأوروبي فضل آلاف الشبان من جنوب القارة الإفريقية الاستقرار هنا سناسي دياني أحد هؤلاء شاب من غينيا جاء إلى المغرب عام 2009 بعد حصوله على منحة دراسية من السلطات المغربية ومع مرور السنوات بات يعتبر المغرب موطناً له وقرر البقاء حتى بعد استكمال تعليمه اندمجت بشكل كبير في المجتمع المغربي تجربة العيش هنا غنية جداً لذا قررت البقاء وأطلقت شركة خاصة بي جميع الإجراءات الإدارية كانت سهلة وخلال السنوات الأخيرة استقبل المغرب آلاف الطلبة الأفارقة كما منح في إطار استراتيجيته لتدبير الهجرة التي أطلقها سنة 2014 الإقامة القانونية لعشرات الآلاف من المهاجرين هذه السياسة الجديدة مكنت بتسوية 50 ألف مهاجرين كانوا في وضعية غير قانونية وهذا التسوية الهدف منها هو إدماج المهاجرين في الميدال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يعني إعطاءهم حقوق كجميع المغاربة وتكريساً لهذه الرؤية أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة أن تدبير الهجرة يجب أن يقترن بالمسؤولية والتضامن وأن لا يظل حبيس المنظور الأمني وفي هذا الإطار تعتزم السلطات المغربية وضع إجراءات أكثر مرونة وأقل تكلفة من تلك التي تفرضها دول الاستقبال الأخرى لتسوية وضعية المهاجرين وذلك بأخذ الأبعاد الإنسانية والحقوقية والقانونية بعين الاعتبار ابتسام حجاج سكانيوز عربية الرباط